بعد اتخاذها طريقاً بديلة نتيجة انقطاع طريق الشرية وكرش منذ خمس سنوات جراء الحرب تتواصل أعمال إعادة التأهيل وصيانة الطريق الرئيسي في مديرية القبيطة وتحديداً في وادي ونغيل ضران وصولاً إلى منطقة عيريم وركب الخياش بتكلفة مالية تصل إلى 800 مليون ريال تكفلت بها مجموعة شركات تجارية قامت توقيهاتنا المهندس خالد أحمد هايل بعمل على صيانة الطريق بشكل كامل ابتداء من هقر من مدرسة عثمان بالعنفان وانطلقاً إلى ضمران ثم عيريم ثم الوصول إلى آخر منطقة بداية السعيلة التي بالركب الآن حالياً مشروع الصيانة الذي يجري تنفيذه في الأماكن الوعرة من الطريق البالغ طولها نحو 18 كيلو متر سيخدم آلاف المواطنين في المديرية والمسافرين بين مختلف المحافظات كما ستعمل على تسهيل عبور المركبات والشاحنات وتقليص نسبة الخسائر البشرية والمادية النتيجة عن وقوع الحوادث المرغورية حالياً تتم عمل الصيانة كما تلاحظون أمامكم لمنطقة درجة الركب المنطقة العقبة الهامة التي كانت تعيق كثير من المركبات كما تشاهدون حالياً أحد المركبات عالقة في نفس الطريق بالرغم من تسهيل أبرز عقبات الطريق وأكثرها خطورة على حياة المسافرين تظل طريق وادي الخميس والسحر وصولاً إلى مديرية طور الباحة واحدة من أهم التحديات أمام الحركة المرورية وهو الأمر الذي يتطلب تدخل الحفومة والمنظمات الداعمة لتأهيلها لتصبح خالية من العوائق ومحصنة من خاطر تدفق السيول نأمل أن يكون هناك لفتة كريمة أيضاً للمناطق الأخرى بمناطق المغنية ثوقاً النقل الثوقاً الرمى المناطق ذي شاقة ومتعثرة أيضاً وتمر فيها المركبات بصعوبة أمة والجميع أكيد يعرفها ونأمل أن يكون هناك مشاريع أخرى قدوة بهذه المشاريع وسوة بهذه المشروع التي قدمها بتايل سيدنا تستمر أعمال صيانة الطريق هنا فيما يترقب المستفيدون لحظة إنجازها أملاً في تخليصهم من عوائقها التي لطالما ظلت تتسبب بمعاناتهم طيلة السنوات الماضية